أنا سأعطيكم شيئاً وأعاني الله وأعانكم على هذه الصدمات التي أصدمكم بها وإني لم أتألم لكن الأمر يبدو أنه ليس بيتي على كل حال هناك رجل من حلمائنا خالد بن سلمة بن العام المخزومي الكوفي أصله قرش مخزومي ثم صار في الكوف هو عجب أن يكون كوفياً وناصبياً كان مبغضاً لأهل البيت ولعلي عليه السلام أخرج له هذا الرجل أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد لأكون دقيقاً المخاري في الأدب ومسلم في الصحيح والأربعة في السنان ويدعى الفأفاء عودوا إليه يدعى الفأفاء اقرأوا ترجمته في تهليب التهليب للحافظ ابن حج العسقلاني نور الله وضريحه ختم ترجمته بقوله طبعاً ذكر أنه كان ناصبياً مبغضاً لعلي وهذا عجب كما قال الذهبي أن تكون كوفياً وتكون ناصبياً الذهبي قال لا نكاد نجد كوفياً إلا هو يتشيع إلا وهو يتشيع أن يكون كوفياً وناصبياً مش منفوه لكن اللي غلبت الشقاوى عليه هذا أحد أئمته أحد الرواب له أحاديث وهو راوي حديث كان رسول الله ذاكن لله على كل أحواله أو أنحائه الذي أخرجه مسلم وذكر في صحيح البخاري عرضاً دون أن يذكر إصناده وعلى كل حال هذا الرجل يقول ابن عائشة يقول وكان يروي أو ينشد آل مروان الشعر الذي هجي به رسول الله سمعتم؟ أعيدوها هذا الراوي هذا الشيخ هذا اللعنة كان يروي لآل مروان لكي تعرفوا من هم آل مروان هذا يقول الحافظ ابن حجر الشعر الذي هجي به رسول الله يحبون هذا يحبون الشعر الذي سب به محمد صلى الله ينشد في قصورهم في قصور أمي هذا لم يقوله شيعي ولا رافضي ولا زيدي ولا معتزلي ولا خارجي ابن حجر في تهذيب التهذيب عودوا إليه في ترجمة الفأفاء خالد ابن سلمة ابن العاص ابن ابن المخزومي لذلك كان أمو بغضاً لعليه طبيعي مفهوم جداً أنتو بغضا علياً ترجمة نانسي قنقر